الرئيس الأمريكي جو بايدن شن هجوماً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب حال الاتحاد في الكونغرس الأمريكي متهماً إياه بزعزعة النظام العالمي بحسابات خاطئة معتبراً أن نظيره الروسي أصبح أكثر عزلة من أي وقت ماضى وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية وأن القوات الأمريكية لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا بايدن وصف بوتين بالدكتاتور الروسي وتوعده بدفع ثمن باهظ بسبب هجومه على أوكرانيا وضف بايدن في خطابه بوتين سيحقق مكاسب ميدانية لكنه سيواجه تداعيات طويلة الأمد وقال الرئيس الأمريكي سنقدم للأوكرانيين مليار دولار لإعادة بناء مؤسساتهم الرئيس الأمريكي أكد أن الروبل فقد 33% من قيمته وأن الاقتصاد الروسي يترنح كما أكد بايدن أن العقوبات أضعفت المركزي الروسي وستمنع بوتين من تمويل قدراته العسكرية منذ ستة أيام الرئيس الروسي بوتين حاول أن يزعزع نظام الأمن العالمي ظنا منهم بأنه سيقوم بتغيير هذا النظام بحسابات خاطئة وورط أوكرانيا في حرب طويلة لكنه جوبها بجدار من مقاومة لا يمكن توقعها فقد جوبها بالشعب الأوكراني ترجمة نانسي قنقر